السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبة وطالبات الصف الثالث الاعداد النهاردة ان شاء الله هنكمل حل كتاب بيت باي بيت يونت تن الواحدة العشرة اللي محتاج الوحدات السابقة بالشرح يونت تن بالكامل في حاجة فو اسمع قايم التشغيل ياريد ما تنساش دعمنا بلايك وشير على قد ما تقدر عشان تشجعنا ان شاء الله ان احنا نكمل حل كتاب بيت ان شاء الله في الفصل الدراسي الثاني. بدايتنا من بيل عبارة عن قطعة من المعدات. نشوف الحاجات البعيدة. ايه اللي بنشوف بالبعيد يا جماعة? اه طيارة نفاسة محطة تليسكوب ساتلايت طبعا قمر صناعي لا يبقى التليسكوب. المراد بتحكي كلمة انترستد يعني مهتم. از عندي هنا طبعا مديني اه انترستن. اه مديني كين. مديني وارد. مديني انترستد. طبعا هنا بيسألني عن السنن يعني المراد بتاع انترستد يعني مهتم بشيء ده كين. كين اني يعني مهتم بي. عكس كلمة قديم او عطيق is old. سا قديم لتسويها طبعا اجلي قبيح modern. حديث فانتاستيك رائع طبعا modern. ممكن يتحول اسم by adding the suffix research. ممكن يبقى ناول نضف له ايه في الاخر. ال y t i o n n t e r طبعا researcher. اللي هو خدناها الباحث. بعد كده بيقول لي to give the obvious of the verb understand. we add the prefix. عكس كلمة understand. يفهم. re understand. misunderstand. in this طبعا miss يعني يسيق فيه. the picture show the sun. الصورة بتباين الشمس والبلانتس والكواكب that go around that اللي بتلف حواليها. this mean it shows that. ده معنى انه بتباين satellite. القمر الصناعي. solar system. النظام الشمسي. space station. محطة الفضاء. space science. علم الفضاء. طبعا solar system. النظام الشمسي. بعد كده عندي 180. a is a machine in space. آلا في الفضاء that goes around the earth. بتلف حوالي الارض. to send or. لترسل او collect information. تجمع المعلومات. مين اللي بيعمل كده. البلانت الكوكب. مون القمر. satellite. القمر الصناعي. telescope. طبعا ده تعريف الساتيلايت. القمر الصناعي. is the force. force يعني يجبر. او قوة اجبارية. which attracts. بتكذب. things or people. الاشياء والناس. to the center of theirs. المركز الارض. gravity. الجاذبية. telescope. space station. محطة الفضاء. space craft. سوفينا فضاء طبعا. graphic. the verb understand. كلمة understand gives the same meaning as the verb. نفس معنى. revise. يراجع. believe. يعتقد. agree. يوافق. realize. يدرك. طبعا كلمة understand. اللي هي فهم بتسوي كلمة يدرك. اللي هي realize. محمد صلاح is famous all over the world. مشهور في كل انحاء العالم. this means he is not player. unknown. مش معروف. small. صغير. well known. معروف جدا. kind. طيب طبعا. well known. بعد كده بيقول. the antonym of the word interested. يعني عكس كلمة interested is frightened. keen excited. uninterested. طبعا. uninterested. is the opposite of the adjective famous. عكس كلمة famous. old. ugly. modern. well known. طبعا. عكس كلمة famous. مشهور. آآ. اللي هي unknown غير آآ. معروف. طبعا. هو هنا مديني في الاختيارات. old. قديم. آآ. ugly. قبيح. modern. حديث. well known. مش مشهور. طبعا. او سوري. well known. يعني مشهور او معروف. يا دي بتسوي في امص. يبقى هنا عايز. opposite. يعني المفروض هنا ان احنا نشيط كلمة well known. المفروض ونكتب unknown مكانها. غير معروف. انما والنون بتسويها. وهنا عايز العكس. بتحكي كلمة مشهور. unknown يعني غير معروف. مش well known. آآ. we use the suffix with the word science to refer to a person. عشان نشير لأيه لشخص. science ينفع نضف لها ايه. l y i s t o r e r. طبعا. i s t. طبعا. scientist. I am gonna to complete in the trees. انا هكمل في السباق ده. we use the suffix to get the noun of compete. compete يعني يتنافس. آآ يبقى compete مش complete. complete يعني يتنافس. اللي ينفع نضيفه ال compete competition ولا ال y i s t o y o s. طبعا اه competition اللي هي منافسة او مصعق. the prefix البادئة. give the adjective the verb live. عكس كلمة live. on this i n r e طبعا. هنا آآ العكس بتاعها آآ بتاع الصفة او مش مش هو مش عايز العكس. عايز الصفة. آآ. the adjective of the verb live. اللي هو طبعا آآ مفروض تبقى alive. alive اللي هي على قيد الحياة. بس هنا طبعا ما فيش حاجة منهم موجودة. المفروض نقول alive. يعني طبعا مش حاجة اسمها an ولا dis ولا in ولا leave. نقول alive. يعني على قيد الحياة. to get the office of the verb cover. we add the prefix. احنا بنضيف عكس كلمة cover. u n m i s i n r e طبعا. المفروض نحنا نقول uncover. بعد كده بيقول يا عزة. love studying the stars and planets. بنحب دراس الكواكب والنجوم. this means she wants to be. نفسها تبقى teacher. astronaut doctor nurse. طبعا آآ. love studying stars and planets. جايب هنا استرونوت ماشي. ولو ادقن جايب astronomer. I could see the stars in the sky. انا شايف النجوم في السماء very near. this means I used a. ده معنى انا باستخدم تيليسكوب station timeline graffiti. باستخدم تيليسكوب. بعد كده هنا one hundred eighty six. I thanked my friend. انا شكرت صديقي because he not my father yesterday. لانه هو ساعد ايه? ساعد بابا بالعمس. احنا هلنا because طبعا ميجو ابليها ماضي بسيط. بعضها ماضي تامي بهات. helped. هو ساعد بعد كده انا شكرت. I be to this restaurant to be four. هذا المطعم من قبل. يبقى انا ما روحتش يبقى I haven't been. انا لم اذهب لهذا المطعم من قبل. اه دنيا here whom work for two hours now. وبقى لها ساعتين لتشغال حد الوقتي. يبقى دنيا has been doing. I wrote a reply to the email before I had received. قبل ايه? ما استلمه ازاي قبل. طبعا مفروض بعد. يبقى after. before مش بيقى بعدها اصلا ماضي تام. after هي اللي بيقى بعدها ماضي تام هي او اس ونهاز. after she returned home she had bought some bread. العكس هنا عكس بقى معي يبقى before. قبل. قبل ما ارجع البيت شارية خبز. I didn't have lunch till I had returned home. هاد والتصريف says من return. return it. اه no sooner had we arrived at the club. طبعا اه no sooner. ديت اللي بييجي معاها هنا في الجملة التانية then. وهارد اللي بياخدوا when. وطبعا الكلام ده مش موجود في الكتاب. لكن مشروح هنا بت. before left home. سامير هاد هاد الشاور. before هنا مفيش فاعل. يبقى المفروض verb زائد ing فالمفروض or leaving. بعد كده هنا بيقول لي عمر read a new story for an hour. he is still reading. لسه بيقرى. يبقى مضارح تام مستمر. has been reading. ليه يا مستر مضارح تام مستمر. عشان قال still reading. لسه بيقرى. بعد كده بيقول لي after we collect all the necessary information last week. we did the research after. بيجي بعدها طبعا ماضي تام. يبقى يجمعنا في الاول. had collected. وبعد كده ايه? عملنا البحث. people believed by tholome is ideas after he not die. سدقوا افكار وبعد ما مات. يبقى هاد. هو مات في الاول وبعد كده سدقوا الافكار بتاعته. يبقى هاد died. before this قبل موته. هنا before وفترة زمنية محددة. ده اثر. ماضي تام. had published. مين اللي بيجي معاها تاني كده برضو فترة زمنية محددة ماضي تامت كلمة boy. كل ده مشروع عندوك وفوق في قائمة التشغيل احنا مش بنحل وخلاص. the boys fish all after noon long. ادي مدين هنا اول وفترة زمنية بمضارح تام مستمر. يبقى هاب. been fishing. بيستودوا. before i left school last time i say goodbye to all my friends. كنت قلت لهم good bye. ده ماضي بسيط. يبقى محتاجين ماضي تام. هاد. said. رامي تايد. هزرون before he started studying. ادي بفور ماضي بسيط. محتاجين ماضي تام. يبقى هاد. ماضي بسيط. يبقى هنا محتاجين ماضي تام. يبقى هاد. بعد كده نقول. she found a mistake. اكتشفت الخطأ before she had reread the answer. قبل ما تعيد إراءة الانسر. هنا ماضي تام. يبقى طبعا after. please answer the phone. it ring for long. هو بيرين بقى له فترة طويلة. يبقى هاد. هاد الشغاله. يبقى هاد. هاد الشغاله. بين ringing. yesterday i go to the club after i had finished my work. كان ماضي بسيط. يبقى i went. ماضي تام. ماضي بسيط. i didn't send the report until big about the ماضي تام. هاد. revised. at last i solve the problem. واخيرا انا حليت المشكلة وارفت الحل. بقى i have solved. ما قالش الوقت. خلاص يبقى نظر احتان. has you swam your hair look sweat. شعرك يبدو مبلل. يبقى ده في اثر هو يبقى have you. please know about stars until scientists had used telescopes. آآ بيبول سوري النوع about stars الناس عارفت until scientists يبقى الناس لم تعرف عشان انتل بيجاب لها ماضي بسيط من في بقى didn't. وطبعا المصدر من نوع هو هو نوع. الناس لم تعرف النجوم حتى اكتشف العلماء التليسكوبات. بعد كده هنا بيقول لي آآ جانا اند دونيا are talking about their life experience تجربهم الحياتية. هلو دونيا where have you been? انتو كنت فين اتلاها نوعات. اتلاها at the sports club. في النادي الرياضي يبقى اتلاها طبعا i are you? هيبقى i have been at the sports club. انا كنت في النادي الرياضي. اتلاها نوعات لها i have been playing squash four three months now. طلعما فيه four وفيه since. يبقى ممكن نقول how long بقى لك قد ايه? بتلعب سكواش بس لان ما نتعرفش يبقى ممكن تقول لها هناك وانت بتعمل ايه هناك لانا هي لسه متعرفش بتلعب سكواش وانا مش هينفى حط في السؤال سكواش. يبقى what have you been doing there? كنت بتعمل ايه هناك? لو انت بقى لعب سكواش. great not? no i have never tried an unusual sport. and she no. ونبدأ بhave you. مش هينفى قول never طبعا ممكن احط ever ممكن محطش حاجة خالص. try an unusual sport. جربت رياضة غريبة? لا لا. have you ever helped to organize a sports event? نظمت حدث رياضي نقطة. i hope i will do one day. اتمنى اعمل كده يبقى no. i haven't لان اتلقى نفسي اتمنى ان اعمل. can i join you next time to try squash. ممكن ان انضمي لك المرة الجاية. نلعب مع بعضين squash. ممكن ان تقول له اوكي. ان تقول له شور. تأكيد اي حاجة. بعد كده عني سؤال complete. اه. had walked to walk astronaut. عالم فلك. اه. رائد فضاء سوري. walk space craft. نيل ارمسترونج was the first person. كان اول شخص. on the moon. he began to walk. he was an american. هو american astronaut. اصلا. هو رائد فضاء امريكي. نيل ارمسترونج landed on the moon in july 2019 69. هبط يوم عشرين. يوليو 1969. in a small. اكيد كان مع ايه طبعا. which was launched. اطلقت to the moon by a rocket. هي نقطة on the moon before other as to not traveled there. يبقى هو وصل قبل الاخرين. يبقى حدث اول يبقى هذا وقت. كان اول واحد يمشي على سطح القمر. a short story what you did last week end. اللي انت عملت الاسبوع اللي فات او في العجازة. ودامج جاءه في نهاية اليونت. بعد كده عندي الدرسات الرابع. one thousand nine hundred. او three one hundred ninety six. مية ستة وتسعين. are things? اشياء that people can wear. يرتدوها. تخلي اسنانهم مستوية. الخوزة. اللي وجهة السنسور الحساس. اللي هو الحبوب اللي هو تقويم الاسنان. متراضفين. يعني عايز كلمة تساوي كلمة comfortable. tiring. interesting. relaxing. pouring. طبعا الكلمة بتساوي comfortable. relaxing. braces are made. مصنوعة من. ال braces. مصنوعة من. of new. strong material. مواد قوية جدا. the opposite of strong. عكس كلمة strong. weak. ضعيف. hard. clean. rough. طبعا ال opposite بتاعها ضعيف. the suffix a po e. turns the verb into. بتحول الفعل إلى. adverb. preposition. noun. adjective. طبعا بتحول الفعل لصفة adjective. the word successful can be turned into the opposite. عكس كلمة successful by adding the prefix. نضيف ايه قدام abs. قدام successful. in. d i s u n r e طبعا unsuccessful. يعني غير ناجح. my father work is very hard to earn his living. يعمل بجد. علشان يكسب قوطة يومه. he is a boiler train toilet filler يعمل بجد او عامل مكافع اللي هي اسمها toilet filler filler يعني الفشل. بعد كده هنا بيقول لي a is another word for a man. كلمة معناها رجل. follow يتبع. follow اللي هو الرافيقة والصاحب. flow flow. طبعا في او. a is a large area of land. منطقة كبيرة in the world such as africa asia or europe. دي اسماها ايه اسيا اوروبا واسيا وافريكيا. river and hard planet cowcap content. قارات سيري مدينة طبعا content. farmers in this village. الفلاحين grow special kinds of crops. بيزرع محاصيل معينة. the word special can be replaced by. يحل محل لها popular. اه public general particular يعني خاص او معين. تساوي كلمة special. the word vein. اللي يعني بلا جدوى. هنا كده العكس بتاعها. give the same meaning as the word. تساوي كلمة ايه. اه successful ناجح. useless بلا فائدة great. عظيم good. جيد. يبقى طبعا ما فيش بلوء بلا فائدة اللي هو useless. comfortable and or antonym. عكس كلمة comfortable. طبعا دي سهلة خالص. آآ uncomfortable comfort comforts comforts طبعا uncomfortable. بعد كده زي antonym of the word special is. مضاد كلمة special various. وتنوع several عديد similar. آآ متشابه general عام طبعا آآ هنا عندي آآ عكس كلمة special خاص لجنرال عام. the the suffix l e s in the word useless gives the not of the word useful. ability opposite sin meaning. يبقى كلمة less. اما تدي ايه في الكلمة دي هي طبعا use يعني يستخدم useless يعني بلا فائدة. يعني هنا المفروض انها بتدي opposite يعني بتدي العكس. لان useful يعني مفيد ويزلز يعني بلا فائدة. we use ology in the word technology as a suffix prefix meaning opposite احنا طبعا ده. آآ احنا بنستخدم ال o l o g y هنا في الاخر يعني احنا بنسميها المفروض suffix. مش بادئة طبعا ولا بتدي المعنى. وللعكس. آآ the prefix t e l e in the word television means. الجزء اللي في الاول ده اللي هو tele في كلمة television معناها ايه? from a distance مسافة بعيدة نير اف اريب بين تلفزيو وبين انك ستو بجوار طبعا from distance. a is something which you can measure. يقيس. small amounts. كميات light will heat with sound. press. تقويم الاسنان. هلمة الخوضة sensor. الجهاز الحساس. signal للشارة طبعا ده. sensor. this camera works without using wires. كاميرا دي من غير اسلاك. this means it's wireless harmless powerless 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 hopeless طبعا wireless يعني لسلكي. this scientist always discover new facts. حقائر جديدة. this means is always doing good. sensor receivers researches. ده معنا كده انه بيعمل good researches يعني ابحاث رائع. بعد كده عندي محادثة بين عمر وسلمة. عمر شو السلمة is new satellite phone. الامر بالتليفون بتاعه اللي هو متصل بالsatellite. هلو سالما هاور يو اتلو هلو عمر ايم كي. is this your new phone. ده تليفونك الجديد رد عليها نقط. قدت له satellite phone. يبقى طبعا قال لها yes. it's a satellite phone. ده تليفون متصل بالقمر الايه الصناعي. قدت له نقطة لها yes. are very useful in places far from cities such as and mountains or desert. مهمة في العماكن البعيدة اللي هي زي الجبال والصحاري يبقى بتستخدمه في ايه? what? او ممكن اقول له هل هو مفيد على طول is it useful? yes are very useful. not no it doesn't have bad signal the problems. ما عندوش مشاكل في الطاقة يبقى does. it have the bad signal problems. هل في مشاكل في موضوع signal الاشارة? wow could you help me buy one please? طب ممكن تساعدنا انا اشتري واحد جديد. ممكن طبعا لا اشتري. طبعا هتشكره وهتقول له thank you very much. بعد كده عندي signals. head used gps technology uses moon. we couldn't do. without satellite احنا لا ننفعش نشتغل من غير الساتيليت technology. before satellites were invented people not maps to find their way. ناس كان بتستخدم a head used. now most people use. لو اعتماضة من الناس. used بتستخدم gps. which use a system of satellites that work together. these sent هزيه ترسل signals. اشارات. to receiver on airs which works out where you are. وانا طبعا عندي ريفيو عن الترينرز الكوتش يوهاب بوت. متجاوا في نهاية الكتاب. اول جملة هنا عند بيقول اه ازا building where lights. الاضاءة on curved ceiling في السقف. show the movement of plants and stars. ده بقى الشيب. the space station report. الطبعا اه. building where lights on curved ceiling. show the movement of planets and stars. لما فيها كواكب ونجومي بالقبة السماوية بلانتارية. the sign of for. مرضى في كلمة for. for يعني بعيد. close قريب ونور قريب عقصوم. remote طبعا. وهير يعني هنا. the dog appears suddenly. الكلب ظهر. the answer of the verb appear. عكس كلمة يظهر. reappear run die disappear. طبعا يختافي. to turn the verb amazed into an adjective. we add the suffix. amazed عشان نحولها الادجكتف نضف لها a ing. تبقى amazing. we add the prefix to the word poor to mean move across. يبقى اللي ينفع نضيفه هنا. transport. astro. take this. طبعا. transport. ليه وسيل النقل يعني يتحرك بيه. the moon moves around the earth. القمر يلف حوالين earth. this means it not the earth. move around يعني يدور. او يلف. ينبقى كلمة يدور. spins runs orbit sails طبعا. orbits. يدور حول. نما spin يدور حول نفسه. بعد كده هنا بيقول لي. a or an is a large rock. that is flying through space. صخرة كبيرة بتتحرك في الفضاء. عندنا احنا ايه موجود كوكب بينو. او كوايكب بينو. astroide. كوايكب. spaceship. astronaut. astronomer. ده عالم الفلك. عالم فضاء. سفينة فضائية طبعا ده ال astroide. قلنا بينو بيلف دلوقتي اللي هو الكوايكب وقارينا درس الكروة كامل عنه. difficult and has the same meaning. difficulty يعني صعب نفس المعنى. اللي بيسوي difficult easy سهل عكسها. simple عكسها. great عظيم طبعا. hard. is the synonym of the word incorrect. مراضف. incorrect. incorrect يعني غير صحيح. اللي بيسويها correct دي عكسها. giant عملاك right. يعني صحيح. طب ما بيقول لي غير صحيح. يبقى عكسها. يبقى اللي بتسويها مين مفروض. no wrong. the child felt excited. الولد حاس بالاثارة. when he saw the animals. عندما شاف الحيوانات. يبقى he was buried. interested. uninterested. frightened. يبقى هو عندما شافهم حاس بالاي. interested. يعني ده شعور شخص. the antonym of the word difficult. عكس كلمة صعبة. hard تسويها easy bad correct. طبعا هنا كده بقى. easy اللي هو سهل. بعد كده بيقول لي thanks to new technology. بفضل technology we can see everything in the space. ممكن نشوف كل حاجة في الفضاء. the opposite of everything. عكس كلمة everything. كل شيء. ايه هو بها? something شيء وما. anything أي شيء. thing شيء. nothing. لا شيء. the suffix ال y. turns the adjective. انتو بتحول الصفة ليه اللي يعني بادل. لما نحط لها اللي وي. بادهم. ال y. تبقى بادل. بادل اللي هي ايه بالسؤال اللي وزار فيه. by verb. noun preposition. adverb. طبعا بعد كده بيقول لي we add the suffix. حاجة بتنضف في الاخر. to the verb you direct. to turn it into noun. اللي ينفع ينضف لديركتف دول. في الاخر. وتدي اسم. i o n. ال y. i v e. e r. طبعا direction. the prefix trans. in the word trans. means not across. trans دهي. بكلمة transport. معناه ايه. across discover. land. help. move across طبعا يتحرك. and astronaut travels. رائد العالم الفلك يسافر. works in a spacecraft. is that prefix? not be referred to space. اللي من دول بيشير للspace. اللي هو الايه الفضاء. اه trans. un astro im طبعا اهو. astronaut. بعد كده بيقول لي i went with my friends on a school trip. رحنا رحلنا مدرسية. to a place where i could see all the planets clear. اللي شفت كل الكواكب بوضوح. this means i went to that. وطالما رحت شفت كل البلانت سيبقى انا رحت الزوم. aquarium, plantarium, garden, plantarium. most astronauts stay on the space station. معظم. رواد الفضاء بيمكسوا في السفينة. تقريبا انا بحاو استكسما عن 6 شهور. this means they live in there. ده معناه ان هم بيعيشوا في ال space craft. house, tent cave. كهف. خيمة. منزل طبعا في السفينة الفضائية. بعد كده عندي محادسة ياسمين ومالك. or at the planterium. في القبة السماوي. what are these photos? ما هي هذه الصورة لها نقط. سأيتها صورة لها this photo of earth was taken. دي صورة الارض اخذت from space in 1946. يبقى دي صورة ليه? the earth. يبقى these photos are about the earth. او ممكن اقول the earth على تقول. سأيتها سأيت لها الصور دي التقطت. يبقى متى? when? فعلي مساعدها موجود اه زى او this photo of the earth. احنا قلنا الارض خلاص. فهنا سأيتها طبعا سؤال. نشوف اللي جابة الاول. اتلاها هنا. واحد اسمه اندرس. هو اللي التقط ليه? الصورة. يبقى احنا عايزين نقول مين اللي التقط الصورة? يبقى هنا مفروض هنقول هو. talk a photo. مين اللي التقط الصورة? of the earth. from the moon in. الآن احنا قلنا ناينتين سيكستي ايت. بعد كده نالي. آآ آآ آآ. خلاص دي. how was the first video of the earth? turning taken in nineteen ninety? كيف التقط اول فيديو للارض وهي تتحرك? تتحرك. سفينة فضائية على شكل الروبورت. دي حاجة غريبة. يبقى هو دي اللي جابة. يبقى this video. هنقول بقى يلتقط او اخذها. was taken. by. a robot space craft. آآ هنا قال له حاجة. قال له yes. you are right. it's a great achievement. نعم إنه انجاز الرؤى. يبقى ممكن يقول له هنا. I think. technology. أنا شايفين التكنولوجي is very important. بعد كده بقولي astronomers. علماء الفلك. was solar sun with spacecraft. everyone knows about the not system and its planet. كله يعرف. آآ النظام الشمسي اللي هو solar system والكواكب بتاعه. they are in the space orbiting. زي هما في الفضاء بيلفوا حوالين الايه? السن. the first exploration. اول استكشاف of solar system not done. by. يبقى اول استكشاف آآ was done. كان بواسطة. عشان مفرد. by not. طبعا. by بواسطة من علماء الفلك اللي هم astronomers. بعد كده عندي general two hundred and twelve متين واثناشر. بس مال عند زهراء or talking about the space بيتكلموا عن الفضاء. hi زهراء what are you doing? what are you doing يعني ماذا تفعلين يعني انت بتعمل ايد الواتي. اتلاها نقطة a book about space. كتابة عن الفضاء يبقى i am reading a book about space. سيدتها سوى اتلاها because i am interested in stars and planets. يبقى لماذا? why? عايز اقولها why do you read it? مش لازم خلاص. نقطة yes i have already used a telescope in the plantarium. انا استخدم تلسكوب. هنا فيها ينفع نسأل بها يبقى have. والآي تحول الى you. يبقى نلاقي have you وكمل used. a telescope. هل استخدمت الاسكوب مسلا before? من قبل? لها نعم انا استخدمته. what did you look at? طب انت نظرت لايه? اي حاجة. ممكن i looked at the planets. كواكب. and the stars. والنجوم. لو وقعوا did you see all of them? هل شفتهم كلهم? ممكن اقول يا سيدات. no i saw some of them. شفت بعضهم. بعد كده عندي اختيارات. is information or instruction. معلومات او تعليمات that sent by sound. light. gravity. الجاذبية signal. اشارة. station. محطة لنس العدسة طبعا دي signal. or what people use to make their teeth straight. تخلي عسنان مضبوطة. helmet sensor. grains. طبعا تقويم حالناها من شوية. the surname of the word strong. اه مراد في كلمة strong. strong اللي هي طبعا ايه strong? يعني قاوي. مراد فيها ايه? unhealthy. غير صحي. weak. اسبوع. powerful. قوة. weak. ضعيف. sudden of strong طبعا. powerful. the word vain gives the same meaning as the word. تساوي معنى كلمتي. successful. useless. great good. طبعا بلا فائدة. vain useless. اه بعد كده بيقول. the antonim of the word small. عكس كلمة small. small يعني صغير. الانتونم بتاع حالية التساوية huge. ضخم وليت الصغير وفيه قريبها huge. the word gives the opposite of the adjective ancient. عكس ancient حديث اللي هي طبعا modern. بعد كده بيقول. the suffix. a pl is the word comfortable. turn the verb comfort into noun. adverb. adjective. opposite. طبعا هنا هو بيحوله ال a لصفة اللي هي adjective. يعني مريح. two hundred thirteen. بيقول. we add the suffix to the verb sale. to turn it into a noun. عشان يتحول ل noun. يعني الاسم. ال y is t o r a pl t. طبعا sailor يعني بحار. we add the prefix to the word vision. to mean from distance. نشوف من المسافة بعيدة نحط لها هنا. r e d i s telli i n t r طبعا television. the verb live can be turned into an adjective by adding the prefix in this a r e. اللي احنا طبعا كانت موجودة من شوية وعدناها ليه alive. يعني على قيد الحياة. last week i was able to look at the stars closely. شفت الكواكب من قريب. او النجوم. this means i visit her. ريبانا كنت كنت فيزيت ازا نقط. رحت ال planterium. الاكوريوم. الاكسبشن. السنسور طبعا كنت في ال planterium القبة السماوية. they collected the photos in one place. جمعه الصور في مكان واحد. this means they showed them in a photo. هيودهم فين بقى ال اكسبشن. معرض الصور. exam. الامتحان. planet. الكوكب. space. الفضاء طبعا اكسبشن. اللي هو معرض الصور. بعد كده عندي grammar. before satellites were invented. قبل ما اخترعوا satellite people always not match to find their ways. الناس كانت نقط علشان تجد الطريق بتاعها. يبقى ممكن اقول people always used. ممكن اقول had used. after return. مفيش هنا حاجة يبقى returning على طول. الكلام ده ينطبق على after. وينطبق على ايه. before. اللي هو احنا ممكن نجيب بعدها الفيرب ذات i energy. مالك didn't want to start reading this book until she. موديتان بعد. until. prepared. astronomers started space with their eyes before they telescope was invented. قبل ما يتم اختراع التليسيكوبي يبقى had studied. درسوا. كانوا مندهشين لما عرفوا ان المصريين القدماء نوع الديسكافرين يعني ايه اكتشفوا بعد كده ويجاو في نهاية الكتاب بعد كده عندي جزء الأسهر محمود ويوسف رحت في العجازة اللي فاتت قالوا نعط قالوا what did you do in the planterium يبقى I went to the planterium انا رحت what did you do in the planterium ما عملت ايه هناك ايه كده هيعمل ايه طبعا I saw all the planets and stars سألوا سؤال I went there with my family يبقى who did you go with رحت مع مي بعد كده عندي مواقف if a friend asks you if you have ever do you use the telescope هل استخدمت telescope من قبل ممكن اقول له ياسو ممكن اقول له I have never انا عمري ابدا مثلا use the telescope you ask your brother what he has been doing at the school اسأل اخوك بتعمل ايه في المدرسة دلوقتي you ask your brother what he has been doing at school this week يبقى انا اللي اسأل يبقى what have you been doing at school this week ماذا تفعل بعد كده بيقول له use the right way ما تقلقش النقط هيبقى لك الطريق الصحيح GPS weather report telescope camera طبعا GPS بعد كده بيقول له هودا did very well in test حالة كويس في الاختبار بيكاشي نقط كارفلي هنا مديني بيكاش ودي ماضي بسيط يبقى زين ماضي تام لانها رجعت كويس عشان كده هي حلت حاجة مترتبة على حيك there are eight planets in our solar فيه تامن كواكف في السولار فضاء system lens space craft طبعا في السيست comprehension القطع the Nile is a major river major يعني رئيسي تسوي كلمة مين river يعني نهري north eastern africa it's the longest river in the world and the at all في العالم it's about 6,670 km long تقريبا 6,670 km the ancient Egyptians called the Nile ore كلمة ore which means black معناه اسود the area next to the Nile المنطقة اللي جانب النيل was known as the black land الأرض السمراء the Nile comes from two major source game المصدرين these are lake Victoria بحيرة فيكتوريا which feeds the white Nile and the lake Tana which feeds the blue Nile branch فارع النيل الأزرق the Nile is an international river as it's هو أصلاً نهر عالمي لأنه water resources are shared by many countries عالمي لأنه في دول كترة بتتشارك فيه it runs through 10 countries 10 دول these are Tanzania yuganda rwanda pirundi congo congo kinshasa kenya ethiopia eritrea sudan and egypt so it's the main water source of egypt and sudan المصدر رئيس المصدر السودان how long is the Nile كم طول النيل هما قالوا it's about تقريبا 6670 7760 كيلومتر long how many countries that the Nile through كم دول 9 10 countries what did the ancient egyptians call the Nile كانوا بيسمو ايه طبعا بيسمو or اللي كان معناه black the passage is mainly about القطع الانشين egyptians المصدرين القدماء the Nile egypt africa the Nile the Nile is the not river in the world shortest الاكثر smallest الاصغر widest الاوسع longest الاطول طبعا هو الاطول the international space station محطة فضاء دولة ودم الجو في نهاية الكتاب بعد كده عندي هنا يونس searching for information on the internet بيشوف معلومات على الانترنت what are you doing يونس تبتعمل ليه يونس قال له حاجة قال له حاجة قال له ازا هو تلسكوب فضائي يبقى ممكن يقول له I am I am I am أنا بعمل يا جماعة أنا بقرأ an article مقالة about the بيلف حوالين الارض يبقى اين هو where is it is it big هل هو كبير قال له not can you show me it تفوت يبقى ممكن نقول له yes it is ممكن توريلي صور yes sure او okay او of course بعد كده هنا بيقول planet الكواكب telescope had left trap left sensor yesterday we went on a school احنا رحنا في school not to the planetarium طبعا school trap before we not our science teacher give us a lecture about it قبل من غادر يبقى left there we used a huge not and could see احنا هناك استخدمنا huge telescope telescope كبير جدا وشوفنا الايه بقى اللي ممكن نشوف هناك في دول يام planets كواكب يام stars هنا مفيش طبعا stars بعد كده عندي comprehension بيقول Mars الكوكب المريخ is a cold planet كوكب buried in our solar system earth and jabitor and mars and mary in neighboring planets كواكب مجاورة it's a half the size of earth نص the earth mars has been known since ancient times معروف من عصور القديمة because it can be seen without advanced telescope can be sometimes cold like earth mars has weather from the sun it has gases of carbon dioxide carbon nitrogen and argon there are signs of ancient floods on mars في فيضانات قديمة على كوكب المريخ but no water mostly exist لكن ما كان ش في ما in icy dirt on thin clouds the scientist have the soot كان عندهم فكرة that Mars was much wetter يعني مبتلى أو رطب أكتر من الأرض من الأرض ومش بس wetter ده كمان warmer أتفا with a thicker atmosphere والغلاف الجواب بتاعه أكثر كثافة هل كان في كيانات حياة في الماضي they also want كذلك هم لهم العلماء wanted to know if Mars could support life now or in the future هل هيفيد حياتنا احنا دلوقتي أو في المستقبل أم لا the basic is mainly about القطع رئيسين بتتكلم عن solar system نظام الشمسي كله earth earth mars المريخ jابiter طبعا بتتكلم عن Mars بعد كده بيقول the underlying words they refers to ونحن قلنا stars planet scientists volcanoes من اللي عايزين يكتشف وأكيد العلماء يبقى scientists earth is not than Mars الأرض بالنسبة Mars bigger أكبر smaller older colder طبعا أكيد bigger يعني أكبر أول سؤال بيقول what they're found on Mars or around Mars الغازات الموجودة تعال نشوفها كده في القطعة موجودة طبعا في الفقرة الثانية أول سطر gas of carbon dioxide nitrogen and earth طبعا دي رقم أربعة بعد كده بيقول بلخص البراغراف الثاني طبعا آآ Mars آآ هو بلانت هو يعني الكوكب الرابع من من الشمس وممكن نقول إن في غازات كتيرة هناك ممكن نقول هناك العديد أو الكثير من الغاز يعني من حوله بعد كده بيقول اللي العلماء عايزين يعرفوا إيه عن كوكب المريخ طبعا هنا هوا دي كلها إجابة رقم ستة بعد كده هنا بيقول الكواكب والنجوم سترونات عالم الفلك سفينا فضائية كونت انت المحاسب عالم الفلك ولا رايد الفضاء طبعا احنا قلنا من الأول ان الكواكب والنجوم ديت عالم فلك Living in a coastal city العيش في مدينة سحالية is very comfortable مريح كلمة comfortable can be replaced relaxing tiring annoying boring طبعا relaxing the antonym of the word wrong is عكس كلمة wrong various incorrect right usual طبعا عكسها عكس كلمة wrong right the verb research can be changed into anoun by adding the suffix l y n s e r i un طبعا researcher the prefix re in the word recycle means to do again more less النظر احنا قلنا re معناه again يعني يفعل مرة اخرى scientists can see the planet and stars very near this means they use a telescope sensor plantarium system طبعا بيستخدم telescope تليسكوب بعد كده بيولي after collect هنا ما فيش فاعل يبقى على طول ing here or before he by collecting useful information about stars we did our research عملنا البحث احمد read three box this week he loves reading هو بيحب القراءة يبقى has read قراءة منير not tried Japanese food before he went to the Japanese restaurant قبل ما يروح المطعم اليابان يبقى هنا before محتاجين ماضي يبقى hadn't تطريب الساس من tried tried i wrote a reply to the email as soon as بيجي بعض ماضي تام يبقى هنا هنقول had received موجود لم تنهي يبقى been doing بعد كده هنا بيولي اكتب عن short story about a visit to the planterium زيارة planterium وده موجود في نهاية الكتاب بعد تأذر عن اي خطأ اثناء الفيديو بكده نكون وصل لنهاية 10 اسبوع ده ان شاء الله ينزل شرح 11 11 وحلها والاسبوع القادم برضو ان شاء الله اخر وحدة مع تمنيات بدوم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته